منذ توليه الرئاسة بل ومنذ حملته الانتخابية يصر الرئيس ترامب على ضرورة انهاء ما يسميه حروب امريكا لا متناهية واعادة الجنود الامريكيين الى وطنهم وتكريس الموارد في تحديث البنية التحتية والانفاق على اولويات داخلية امريكية كالرعاية الصحية والهجرة وتعزيز التجارة والصناعة لكنه في الوقت نفسه ركز على زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع بحيث تجاوزت اليوم 700 مليار دولار فهو يريد جيشا قويا وانسحابا عسكريا من بؤر النزاعات التي يقول انها لا تخدم المصالح الامريكية ورغم ما يبدو في هذه السياسات من تناقض فهو يقول انه يستهدف الرضع على الحرب لكن واقع الاحوال في الشرق الاوسط وسلوك دول معينة مثل ايران تدفع الرئيس ترامب الى تقييم كل حالة على حدة فهو في العراق يحتفظ باكثر من 5000 جندي ولكنه يتفاوض على سحب القوات الامريكية من افغانستان والتي بقيت هناك حتى الان لحوالي 18 عاما وفي سوريا تذذب قرار الرئيس بين رغبة في الانسحاب واخرى في البقاء وبينما هو تحاشى حتى الان توجيه ضربات عسكرية مباشرة الى ايران نجده يكدس وجودا عسكريا وبحريا كبيرا بالقرب منها ورغم قراره الاخير بسحب قوات الامريكية صغيرة العدد من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا مما يعتبره البعض ضوءا اخضر لتواغل تركيا في الاراضي السورية على حساب حلفائه الاكراد في قوات سوريا الديمقراطية فان هذا الضوء الاخضر قد يكون بمثابة الطعم الذي يلقي به الى انقرة لابتلاعه بهدف طوريتها في معضلة عسكرية وامنية ومالية واقتصادية قد تؤدي في النهاية الى خسائر انتخابية للرئيس التركي اردوغان الذي ضاقت واشنطن بحجم واستمرار خلافاته معها على مستويات عديدة وبالاضافة الى سياسات ترامب التي تعتمد على تقييم كل حالة على حدة فهناك خصائص المنظومة السياسية في الولايات المتحدة والتي تعتمد على اسهام مؤسسات متعددة في صنع القرار السياسي اهم هذه المؤسسات الكونغرس الامريكي بمجلسي وفي مثال واضح على نفوذ الكونغرس نجد ان الضوء الاخضر الذي ربما قدمه الرئيس ترامب لتركيا في سوريا يقابله انذار من مجلس الشيخ الامريكي بان العمليات العسكرية التركية ضد الاكراد في سوريا قد تستجلب عقوبات اقتصادية فضلا عن تعليق عضوية تركيا في حلف نيتو لاول مرة منذ مجيء ترامب الى البيت الابيض يكون هناك تباين تام بين موقف الادارة وموقف الكونغرس ولأول مرة الكونغرس الامريكي زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ومجلس الواب يتفق على موقف مناهض تماما لما فعله ترامب بالانسحاب من تلك النقاط الحدودية مع تركيا هذا الموقف من جانب الشيوخ الامريكيين ادى بدوره الى دفع الرئيس الامريكي الى تحذير انقرة من عقوبات تدمر الاقتصاد التركي لو لم تتوخى الحرص في عملياتها العسكرية التناقض في السياسة الامريكية في الشرق الاوسط يعود الى التضارب بينما يرغب فيه الرئيس ترامب الذي تحكمه كرجل اعمال عقلية المكسب والخسارة المالية وبينما يرغب فيه الكونغرس بمجلسي ومؤسسات الرأي العام اهاطف عبد الجواد مجمل القول تلفزيون المملكة العربية السعودية واشنطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة